وخلال الاجتماع الاسبوعي استعرض مجلس الوزراء تقريرا من وزارة الصحة والسكان حول الموقف الوبائي لفاروس كورونا على المستوين المحلية والعالمية تناول التقرير رصدا للحالة الوبائية في مصر خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى 14 من فبراير 2022 فيما يتعلق بحالات الإصابة والوفيات بفاروس كورونا ونسبة التغير في حالة الاسبوع الوبائي الحالي والسابق والتي سجلت انخفاضا على مستوى محافظة الجمهورية أما فيما يتعلق بتوزيح حالة الإصابة بالمتحور دلتا وأمايكرون حسب الفئة العمرية أظهر تقرير الصحة أن أكثر الإصابات بين حالات أمايكرون تقع في فئة الشباب والأطفال عن حالات دلتا التي يقع معظمها في كبار السن كما استعرضت وزارة الصحة الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحة فاروس كورونا مشيرا إلى أن إجمالية حجم اللقاحات المضادة لفاروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.500.000 جرعة إلى جانب التعاقد لتوفير عقار باكسلوفيد وإيفوشيلد وتوفيره في جميع المستشفيات الحكومية فضلا عن الانتاج المحلي لعقار ملونو بريفير المضاد لفاروس كورونا شكرا شكرا